موسيقى 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 بطبيعة الحال يعني تباتت أنا بحالكم يعني ما راجع من بعد افتتاح ديال يوم الاثنين ثلاثة أبريل خلال المباراة ديال الويداد مع الجيش الملكي اللي كان هو أنه اليوم وتنغتانم هذا الفرصة اللي اعتدتوني باش نوضح بأنه تأهيل موركب عامد خميس لم ينتهي بعد فالأشغال ستستمر لأنه مشروع تأهيل موركب عامد خميس فهو سينجز إن شاء الله عبر شطرين فالشطر الأول واللي انتهينا منه جزئيا فهو اللي تهم كيف قلتي المقاعد التنشيتي يعني التابليت ديال المدرجات الشاشات العملاقة الأبوب الإلكترونية الكاميرات ديال المراقبة المرافق الصحية اللي باقي من تهوش من الأشغال باقي مستمرة فيها فلا بغيت تقول هالشطر الأول هو اللي اليوم يعني أغلبية الأشغال دياله منتهية بقي أشغال ديال المرافق الصحية اللي غادي تنتهي بداية شهر ماي وعدك سنقوله بين الشطر الأول انتهينا منه كله ونختار هذه الفرصة باش نوضح لنا كذلك فالسداد كان واحد الخلط يؤسف له ما بين المشروع بأكماله ومن بين هالشطر الأول فالشطر الأول تكلفة دياله فهي حوالي 10 ديال الملاير ديال السنتيم وليس 22 مليار كما كان يا روش مرحبا أنا هير باش نوضح بأن 22 مليار فهي المشروع بأكمله يعني لما تنتهي إن شاء الله جميع الأشغال جميع الأوراش بما في ذلك الشطر الثاني اللي فيه الكهرباء اللي فيه المسبح اللي تحت المدرجات اللي فيه المقهى اللي فيه الفندق الاستقبال يعني بازال اللي فيه الموحيط اللي داير بالموركب ذاك الساعة غيمكننا تتكلموا ونتحاسبوا على ذاك 22 مليار موسيقى 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 موسيقى